اشتركوا في القناة ما هو القادم بالنسبة لمشوار منتخبنا الوطني وكمان النهاردة عندنا تفاصيل وكواليس حصرية عن مباراة شباب بولزداد الجزائري والنادي الاهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا توقيت المباراة حكام المباراة كل التفاصيل وكل الجديد كمان النهاردة عندنا قضية مهمة جدا متعلقة بهل سيحدث تضارب بين كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بمشاركة 32 نادي في صيف عشرين خمسة وعشرين مع إقامة كأس الأمم الإفريقية في المغرب صيف عام عشرين خمسة وعشرين أيضا ولا هيكون فيه كلام جديد خلال الفترة اللي جاية نهاردة جامعة الملكية أصدرت بيان متعلق به تجديد اللاثقة في وليد الريكراكي المدير الفني وفي سياق البيان كان هناك السطر مهم جدا يتعلق بموعد إقامة كأس الأمم النسخة المقبلة في المغرب صيف عشرين خمسة وعشرين حلقة فاية كأوليس كتيرة تفاصيل مهمة قدر الإمكان أنا حاول نوضح لكم الصورة في ملفات كتيرة جدا مثارة حاليا على السوشيال ميديا ولكن عشان وقت الحلقة كالعادة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عاز أعرف رأي حضراتكم في قرارات اتحاد الكورة بعد إقالة فيتوريا وتعيين الكابتن محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أرأكم على هذا القرار بإقالة فيتوريا وتعيين الكابتن محمد يوسف شايفين الخطوات القادمة هل خطوات تجد أم هناك خطوات يجب أن تتخذ في الفترة القادمة لكن بسرعة نروح لأهم العنوين البداية وخاص جدا لبرنامج التريند طاقم تحكيم رواندي لمباراة الأهل وشباب بولزداد إهاب القومي عضو اتحاد الكورة في تصريحات هم ريونار يرحب بتدريب المنتخب الوطني وأخيرا الاتحاد المغربي يعلن إقامة أمم إفريقيا عشرين خمسة وعشرين في الصيف نروح لاستعرض مباراة اليوم النهاردة بالتأكيد في مباراودية للنادي الأهل مع سموحة ولكن طبقا لرؤية الجهاز الفني بالتأكيد لن يتم إذاعة أي تفاصيل عن هذا اللقاء حرصا على السرية كما طلب المدير الفني السويسري مارسل كولر ولكن قدر الإمكان على مدار الحلقة هنحاول قدر إمكانه لكم من نتيجة هذا اللقاء اللي خلاص في اللحظات الأخيرة من نهايته ما بين الأهل واسموحة لقاء ودي هام جدا استعدادا لمواجهة شباب بلزداد في دور أبطال إفريقيا ولكن المباريات اليوم النهاردة في سلسة لقاءات ما بين الدور الإنجليزي والدور الإيطالي والدور الإسباني والمباريات كلها في الصهراء مساء اليوم الساعة العشرية من مساء اليوم منشستر سيتي ينزل ضيفا ثقيلا على بريمت فورد في إطار المنافسة على صدارة البريمير ليج ماتش الساعة عشر مساء بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت وفي الدور الإسباني رايو فاليكانو هي صديف شبيلية وده لقاء وحيد النهاردة في ختام مباريات الجولة الثلاثة وعشرين وفي الدور الإيطالي ساعة العشرية إلى ربع روما يا صديف كالياري دي أبرز مباريات اليوم كلنا عارفين كأس الأم الإفريقية خلاص انتهت جولة مباريات الدور ربع النهائي تأهالت أربع منتخبات للدور نصف النهائي جنوب إفريقيا في مواجهة نيجيريا الكوديفور في مواجهة الكنغو نتمنى يا ربي التوفير لحكامنا المصريين اللي ممكن ياخدوا مباراة مهمة جدا خلال الساعات اللي جاء النهاردة هيتم تعيين على فكرة حكام مباريات الدور النصف النهائي دي كانت مقدمة بأبرز الأخبار والعنوين في برنامج الترند نطلع لفاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف التفاصيل والكواليس في فقر الترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد وبداية كلامي هتكون على النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي النهاردة كان فيه مباراة ودية بيواجه فيها فريق سموحة مرسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي كان ليه وجهة نظر معينة يعني مش عايز المباراة تزاع مش عايز أي تفاصيل فنية على هذا اللقاء التشكيل اللي بدأ بالفريق يعني الرجل فقر إزاي في اللقاء لأنه طبعا كلنا عارفين أنه فيه مباراة مهمة جدا مع شباب الأزداد الجزائري في الجزائر يوم الجمعة 16 فبراير والمباراة حددت تفاصيل كتير فيها هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء ويمكن تفاصيل بتعلن لأول مرة كما هي العادة الحمد لله من خلال برنامج الترين مرسل كولر فضل أن المباراة تكون في سرية تم لن تزاع لن يتم إعلان أي تفاصيل فنية في هذا اللقاء البعض ممكن يقولي تم وفي غيابات كتيرة لعدد من لعبي الأهلي الدوليين وبالتالي يعني غيابة لتشكيلة الأساسية أعتقد يعني مش هتبقى لها تفاصيل أو مش هتكشف عن فكرة أن كولر بيفكر إزاي في مواتش بلوز دادل النهاردة في مجموعة كبيرة جدا من لعبي قطاع ناشئين موجودين هي في الأول والآخر احنا ممكن نتكلم ونقوله جات ناصة لكن في رؤية فنية للمدير الفني اللي شايفه المصلحة الآلي هو بيعمله كلنا بالتأكيد ساب بورت ودعم ليه في الفترة الحالية ما تنسوش كمان أن في لعبة تم قضها في القيمة الإفريقية الفترة الثانية ما بين 6 إلى 7 لعبين أنتوني مودست النهاردة كمان موجود في هذا اللقاء وبالتالي أكيد المدير الفني ليه رؤية معينة وفيه اختيارات معينة ولكن النهاردة اللي عجبني في فكرة المباراة الودية أن كولر عايش اللعبة أجواء المباراة الفريق تجمع في ملعب مختار التيتش اتجه كده بعد تناول وجبة الغداء حوالي الساعة 12 الظهر إلى ملعب السلام إقامة مباراة الدية بتاقم تحكيم يعني من حكام اللي بتدير مباراة الدوري العام وبالتالي عايشهم في أجواء المباراة في ظل أن الفترة اللي فاتت كان فيه أجازات وما كانش فيه مباراة رسمية علي معلول الحمد لله انتظم في التدريبات الجمعية بعد ما تعرض لنزلة برد وكان متواجد النهاردة مع الفريق المباراة دون الخوط فأي تفاصيل انتهت بفوز الأهلي على سموحة 2-1 الأهلي فاز وديا على سموحة 2-1 واللي أحرز الهدفين أنتوني مودست أنتوني مودست متألق جدا في الفترة الحالية في كل المباراة الودية اللي خضها فريق النادي الآلي في الفترة الحالية مبارتين في الإمارات يعني أحرز هدف وكان بيساهم بأكتر من هدف النهاردة في مباراة سموحة أحرز هدفين فنتمنى بإذن الله إن شاء الله نشوف ده بقى بشكل عملي في المباراة الرسمية لأن مباراة شباب برزداد مباراة صعبة جدا عنق زجاجة للنادي الأهلي مباراة صعبة وعنق زجاجة ولو بسطوا على ترتيب المجموعة واستعرضت ده قبل كده في حلقة يوم السبت تبتتكلم فرقتين خمس نقاط فرقتين أربع نقاط يعني لسه بدري لسه بدري والأهلي عنده مباراتين خارج القاهرة وما ينفعش يرجع من الجزائر أو من كماسي بأي نتيجة سلبية هتشأل بحسابات المجموعة فنتمنى بإذن الله للأهلي يكون في أتم الجاهزية على مباراة شباب برزداد الدوليين خلال ساعات يعني أعتقد بكرة أو بعضه بكتير هينتزموا في التدريبات الجمعية أليو دينك وقد أجازل غاية نهاية الأسبوع بعد خروج منتخب بمالي في المباراة اللي أقيمت في بداية هذا الأسبوع أمام القدفوار وفوز القدفوار 2-1 وتأهلها إلى المربع الزهبي لسه بيرستاو مكمل مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا نتمنى له التوفيق يا رب إن شاء الله ويكون موفق في مباراة تناجيريا ماتش جنوب أفريقيا وناجيريا ده ماتش صعب جدا لا يقل قوة وإثارة عن مباراة الكودفوار ومالي طيب ماتش الآله يا شباب برزداد تحدد رسميا إن المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة التاريخ إحنا قلنا قبل كده وانفرضنا بتوريخ مباراة الأهل التلاتة اللي جاية هنلعب مع برزداد يوم 16 فبراير الساعة 9 بتوقيت القاهرة هنلعب في كماسي يوم 23 فبراير مع ميدياما الغاني الجولة الأخيرة هنا في القاهرة مع ينجي أفريكانز التنزاني يوم السبت 2 مارس دي موعد مباراة الأهل التلاتة وابو نزداد والأهل يوم الجمعة 16 فبراير الساعة 9 بتوقيت القاهرة على ملعب خمسة جولية في العاصمة الجزائر طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم رواندي تم اختيار طاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم سامويل أويكندا اللي هيدير هذا اللقاء فيه شباب بلوزداد والأهل والطاقم بالكامل من رواندا وعلى فكرة الطاقم بالكامل متواجد في القدفوار وأدار مباراة في كأس الأمم وعلوكه دلوقتي المباراة اللي أدارها سامويل أويكندا في كأس الأمم الإفريقية المساعد الأول ديودياني مونيامانا والمساعد الثاني إيريكا مويجابا والحكم الرابع روريسا فيديلي دول حكام مباراة شباب بلزداد والاهلي في الجزائر يوم 16-2 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة طيب سامويل أويكندا الحكم الرواندي أدار إيف كاس الأمم الراجل أدار مباراتين أدار مبارات نبيبيا ومالي وأدار مبارات غينيا الاستوئية وغينيا بساو يعني حكم من حكام النخبة متواجد في كاس الأمم تم إسناد لي مباراتين في الأدوار الأولى دور المجموعات وكان كمان حكم رابع في مباراتي موزنبيك وغانا والجزائر وأنجولا يعني الراجل ليه رصيد جاي جدا في مبارات كاس الأمم تم الاعتماد عليه خاد مباراتين بنتكلم على نبيبيا ومالي وغينيا الاستوئية غينيا بساو طبعا مش مبارات يعني درجة صعوبتها مش كبيرة نقدر نقول متوسط أو أقل من المتوسط ولكن حكم من حكام كاس الأمم اللي متواجد حاليا في الكوديفور وفي نفس الوقت كمان كان حكم رابع في الجزائر وأنجولا ودي مباراة على فكرة مباراة قوية جدا لما يتم إسناد مباراة زيدي لحكم حتى لو حكم رابع أكيد يعني حكم عنده شخصية حكم يقدر يسيطر على خط التماس مع كلا دكة البودلاء للمنتخبين فنتمنى يكون الحكم الرواندي يعني موفق في إدارة مباراة بولوزداد والأهل للمباراة اللي هتبقى صعبة جدا بولوزداد لا بديل لي إلا الفوز على الأهل عشان يكمل المنافسة على المجموعة أو على صدارة المجموعة والأهل ما ينفعش يرجع من الجزائر بأي نتيجة سلبية فهنا المباراة صعبة فهذا الأساس يعني لجنة حكام الكاف اختارت هذا الحكم من رواندا لإدارة مباراة الأهل وشباب بولوزداد المباراة يوم الجمعة 16 فبراير الساعة 9 مساء نتمنى توفية رب للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاي واعتقد الإسبوع اللي جاي بقى هيكون التدريبات والمراحل الأخيرة قبل الصفر يوم 13 إلى الجزائر تحديدا قبل معاد المباراة بـ 72 ساعة عشان الآلي يستعد لهذا اللي قلع يتلاقي في العاصمة الجزائر على ملعب 5 جولي دي كانت أبرز التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنادي الآلي المباراة الودية الفوز على سموحة هدفي أنتوني مودست وخبر خاص وحاصر لحضراتكم حكام مباراة بولوزداد والأهلي في الجزائر نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كاوليس وتفاصيل مهمة جدا عن منتخبنا والتحاد الكرة والقرارات التي اتخذها في الساعات الأخيرة وكمان معلومات مهمة على تضارب منتظر ما بين كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية كلاكت للمرة التانية أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن منتخبنا الوطني والقرارات التي اتخذها اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة بخصوص تعيين الكابتن محمد يوسف مدربا للمنتخب الوطن لحين التعاقد مع مدير فن أجنبي الاستقرار على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة بعد خلوة هذا المنصب من مسؤول لرسمي على مدار أكتر من سنتين ثلاثة كان أمر صعب جدا فكرة اتحاد الكرة يعمل بدون مديرا فنية للاتحاد للترتيب والتخطيط للمنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم بقى في التفاصيل والكواليس دي القرارات تم إعلانها بالأمس ولكن تعالوا بقى نتكلم على الجانب اللي احنا عايزين نتكلم فيه لمصلحة بلدنا ومنتخبنا وللكرة المصرية خلال الفترة اللي جاي كابتن محمد يوسف لا غبار عليه مدرب يعني زو شخصية وزو خبرات وإمكانيات كبيرة جدا والرجل في السفي بتاعه من المدربين اللي حصلوا على دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي وده ما حصلش مع مدربين مصريين كتير يعني بنتكلم في الكابتن حسام البدري بنتكلم في الكابتن محمد يوسف بنتكلم في العهد الحالي دلوقتي يعني الأسماء المدربين اللي موجودين في الصحة الرياضية ما فيش غير الكابتن حسام والكابتن محمد يوسف كل من يعمل في المجال كمدير فني لم ينجح في تحقيق لقب قري سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات فلو كنت واخد قرار بتعيني الكابتن محمد يوسف كنت أتمنى أن يكون الكابتن محمد يوسف مديراً فنية لمنتخب مصر من الآخر كنت أتمنى ده بصراحة لأن الكابتن محمد يوسف مؤهل لإدارة المنتخب راجل عنده خبرات كبيرة جداً راجل ليه خبرات كبيرة جدا في القرى الإفريقية يعني أنا شفت ده مع الكابتن يوسف وهو مساعد مدرب أيام منو الجزي وهو مدرب عام مع الكابتن حسام البدري وهو مدير فني عام 2013 و2014 و2015 فترة يعني الآي الحق فيها إنجازات جيدة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي ولكن اتحاد الكورة اتخذ هذا القرار وأعلن أن الكابتن يوسف مدرب عام وده يبدو معناه حاجة من الاتنين إن الكابتن محمد يوسف غالباً غالباً لو ما تمش الاتفاق مع مدير فني أجنبي من النهاردة لغاية شهر مارس كابتن محمد يوسف هيشكل جهاز معاون معاه وهو اللي هيقود المنتخب في الدورة الودية ده قدامكم ممكن دي القرارات اللي طلعت على الشاشة وغالباً هو اللي هيكون موجود في الدورة الودية اللي هتقام في الإمارات بمشاركة تونس وكرواتيا وعدد من المنتخبات اللي هتلعب مباريات ودية مع المنتخب الوطني خلال الفترة اللي جاي فبالتالي لو ما تمش تعيين مدير فني أجنبي لغاية شهر مارس أعتقد ده اللي هيبقى وارد بالنسبة كبيرة ولكن الجانب الآخر طب لو أنت اخترت مدير فني أجنبي ويجي المدير الفني الأجنبي طلب منك أنه هو ليه شروط معينة في الناس اللي هتشتغل معاه وقال لك أنا هشتغل بيتيم كامل من المعاونين معايا الوضع هيبقى إيه؟ فأنا مش عارف هل دي خطوة استبقية أن الاتحاد عايز يجبر أي جهاز فني جاي أو أي مدير فني جاي أن احنا معنا خلاص مدرب موجود في الجهاز لازم تستعين به لأن الجزئية دي على فكرة كانت سبب كبير جدا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم ينجح مع منتخب مصر لأنه وقتها ترشح اسم كابتن محمد يوسف فيتوريا لما شاف السيفي قال لك ده يمسك مدير فني وبالفعل يعني أنا شايف وناس كتيرها شايفة كابتن محمد يوسف يبقى مدير فني على منتخب مصر أكتر وخبرات أكبر من روي فيتوريا كابتن محمد يوسف خبراته أكتر من روي فيتوريا وأنا مش عامسك فكرة أصلا ده مدرب نادي ومدرب منتخب على فكرة ما بحبش المقياس ده لأن هكتور كوبر على فكرة كان اشتغل كتير مع أندية في الدور الإيطالي وجي مسك منتخب مصر وحقق أرقام قويسة وحقق نجاحات جيدة في فترة من الفترات تأهل على قل كأس العالم وكان مدرب اشتغل في أندية فالمقياس مش فكرة أندية ومنتخبات على فكرة المقياس مش هنا المقياس الخبرات إيه فده قرار اتحاد الكورة طيب قرار الاستغناء على روي فيتوريا أنا قلت لكم القرار ده يعني تم اتخاذه من يوم الثلاثة اللي فات من يوم الثلاثة الاسبوع اللي فات والله يليكم القرار ده تم اتخاذه وقلت لكم بعد الجلسة الودية اللي تمت ما بين أعضاء اتحاد الكورة وطلع من خلالها بيان شبه اعتذار للشعب المصري والجماهير القرى المصرية على الإخفاق اللي تم في كأس الأم قلت لكم في الأعداد ده خلاص اتخذ قرار أن روي فيتوريا مش مكمل والفترة اللي هيتم التفاوض فيها مع روي فيتوريا على الشرط الجزائي والرحيل هتبقى لغاية اجتماع مجلس الإدارة فاجتماع مبارح كانت تحصيل حاصل كان الهدف منه بس الإعلام بشكل رسمي بعد ما يتوصله مع الراجل لقرار نهائي والقرار بتجم متخذ أن روي فيتوريا مش مكمل مع منتخب مصر والقرار ده منطقي وطبيعي جدا والقرار يبقى منطقي وطبيعي أكتر لو حضرتكم شفتوا التقرير اللي كاتبه روي فيتوريا يعني التقرير اللي كاتبه روي فيتوريا ده يأكد أن الراجل ده كان لازم يتم إقالته من على سلم الطيارة في الكو تيفوار قبل ما يوصل القاهرة لأن الراجل ده يبدو أن هو يعني ما كانش يعيش الواقع وما كانش مدرك هو بيدرب مين وبيشتغل فين وعنده إيه الأجواء اللي فيها وما كانش مركز مع المنتخب لهو ولا المعاونين ولا الجهاز الإداري ولا حتى المشرف العام على المنتخب اللي جات لمعلومة وأتمنى أتمنى تبقى غلط أتمنى تبقى غلط يعني اتحاد الكورة مبارح بالأمس اجتمع ما شفناش صورة لاجتماع اتحاد الكورة عشان نعرف مين اللي حضر عشان نعرف مين اللي كان حريص على مصلحة الكورة في مصر وحضر لأنه لو في حد تغيب لسبب وعذر غير مقبول ما ينفعش يكمل في المكان ده والكرس ده أنا هنا مش بتكلم إلا لمصلحة الكورة المصرية ومنتخب مصر في المقام الأول أي عضو اتحاد كورة تغيب تغيب عن اجتماع الأمس لا يليق أن يستمر في هذا المكان حتى نهاية مدة هذا المجلس طالما المجلس ده مش هيقدم استقالته طالما هذا المجلس لا هيقدم استقالته لأن أي عذر لو طلع للإعلام وعذر غير مقبول الشخص اللي تغيب عن اجتماع مبارح شخص غير مسؤول ومش عارف مهام ووظفته إن الشعب المصري وجمهير الكورة المصرية مستائة وحزينة من حال المنتخب والأداية اللي ظهر بيه المنتخب ويجي في النهاية حد يتغيب عن الاجتماع لمجرد إن الناس بتهجمه أو الناس شايفة إن في ملف هو فشل فيه ده شخص غير مسؤول عشان كده أنا مستني اتحاد الكورة يعلن أو ينزل صورة لاجتماع اتحاد الكورة يعرفنا مين اللي حضر يعرفنا مين اللي كان موجود مش عايز تكشف عن الكواليس مين قال إيه ومين عمل إيه ده ما فيش مشكلة ده بيحصل في أي اجتماع ولكن مهم جدا لما تنزل خبر عن اجتماع اتحاد الكورة يبقى فيه صورة لاجتماع مجلس الإدارة نعرف مين اللي حضر ومين تغيب لأن في فترة من الفترات لما كان بيتم إقالة أي جهاز فني كنت باسمع مدخلات لأحد أعضاء الاتحاد كان يطلع دايما يطلع يعلق ويقول لك أنا غير مسؤول عن اللي بيحصل أنا كنت رفض تعيين هذا الجهاز الفني أنا شايف إن الجهاز الفني لازم يكون واحد اتنين تلاتة اربعة وأول ما توليت المسئولية وشفت الأمور مختلفة أو شفت ردود فعل على الأداء السلب اللي حصل يبقى فيه زعل وفيه غضب وما نحضرش الاجتماع أنا بصراحة يعني في إطار الشغل الكلام ده اسمه تهريج يا إما أنا تحمل المسئولية وإحنا على كرس مجلس إدارة الاتحاد سواء إحنا مع القرار أو ضد القرار يا إما ما نجيش ناحية المكان ده ونسيبه لناس تقدر تشتغل ويتفيد البلد اللي عايز يفيد البلد لازم يناقش القضايا دي بالشكل ده ويبقى الكلام مواجه وصريح أنا مش عايز أقول أسماء لإنه ما عنديش معلومة مؤكدة مين تغيب ومين حضر بس جات لي معلومة مؤكدة إن فيه ناس ما حضرتش عشان كده لما نستنى اتحاد القرار يعلن وينزل صورة رسمية لاجتماع اتحاد القرار بالأمس لإنه في التوقيت الحالة بنتكلم فيه ده إحنا بنتكلم على تخطيط للقرار المصرية في الفترة اللي جاي وطالما الناس مستمر لغاية نهاية مدتها طيب نشتغل بقى كم شهر البقين بضمير ونختار ناس بجد ولو عنا نعين جهاز فان أجنبي يعني يبقى فيه وطيرة سريعة في المفاوضات مع المدرب الأجنبي المدرب الأجنبي بالأمس خرج دكتور إهاب الكومي عضو اتحاد القرار وأعلن بشكل رسمي أن تم إجراء اتصالات مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار وأعلن بشكل رسمي أن المدرب الفرنسي أبدأ موافقة على تدريب منطقة بصر ودي المعلومة الحمد لله لمفردت بيها الإسبوع اللي فات وقلت أن فيه مفاوضات متقدمة جدا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار فكت بقى حد يطلع يقول لي أصلي دي بلونات اختبار أصطباب يحاولي يهدوا الرأي العام أنا مش قصتي أنا قصتي أن المعلومة حصلت ورسميا فكرة بقى أن القرار يحصل ما يحصلش يتم التفاوض ما يتمش التفاوض ده جانب تاني دي مش شغلتي أنا شغلتي أقول لحضراتكم خبر أقول لحضراتكم خبر والناس عملت متابعة وتأكدت من صحة الخبر وبالأمس فيه تصريح صوت وصورة العضو التحاد الكرة أعلن فيها بالأمس أنه فعلا هيرفي رونار رحب بتدريب منتخب مصر المعلومات اللي عندي هيرفي رونار فعلا رحب بتدريب منتخب مصر ولكن وضع عدة شروط يعني حرصا على المصادر ما ينفعش أتطرك للشروط لغاية لما نشوف الاتفاق العام هيمشي إزاي هلا يتم الموافقة على هذه الشروط ولا هيتم تعديل هذه الشروط مش هدخل في التفاصيل فيها لغاية لما نشوف إلا يحصل الفترة اللي جاية ولكن لم يتم التحدث حتى الآن عن أي تفاصيل مالية لم يتم التحدث حتى الآن عن أي تفاصيل مالية هل المنظومة ممكن تتصلح بتعيين هيرفي رونار فقط؟ أكيد لا المشكلة اللي بتواجهها الكرة المصرية حاليا ليست مشكلة فنية فقط ولكن مشكلة إدارية مشكلة فنية مشكلة في السيستم العام لإدارة الكرة المصرية ثلاث مشكلات هتحل المشكلة الفنية بتعيين مديري فن عنده خبرات كبيرة ده جانب حلو جدا وجانب إيجابي وإصلاح في نسبة معينة ولكن انت عندك مشكلة إدارية انت عندك مشكلة إدارية انت ما عندكش جهاز إداري للمنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة ودي كرسة دي كرسة يعني النهاردة قرأ خبر يقولك إيه المشرف العام الكابتن حازم لم يتقدم باستقالته كمشرف عام ومستمر في مهام منصبه كابتن حازم مشرف الكابتن براكات مشرف الأستاذ خليط درندالي مشرف الأستاذ جمال علام مشرف أنا القصة بالنسبة لي مش مين المشرف العام أنا القصة بالنسبة لي هيجيبه مين في الجهاز الإداري هيجيبه مين في الجهاز الإداري لأن تعيين الجهاز الإداري لمنتخب مصر كان سبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي فشلت الجهاز الفني مع كامل احترامي للجهاز الإداري اللي كان موجود في المنتخب الفترة الأخيرة ففكرة انك حتى لما تجي تقلي الجهاز الفني عندك جانب ايجابي ان فيه جهاز طبي نحافظ عليه بس لازم يكون عندك جهاز اداري عنده خبرات كبيرة لما كل شوية تمشي مدير فني وتمشي معك جهاز الاداري بقى انت عندك مشكلة ادارية كبيرة فكرة انك تجيب نجمي قرة تاني يبقى مدير اداري او مدير منتخب يا جماعة هي مش بالنجوم الفكرة مين اللي في المطبخ او مين اللي عنده ده هليز العمل في القرى الافريقية يقدر يسافر ويحضر ويعمل معسكرات ويبقاش فيه مشكلة ادارية هي دي الفكرة انا بالنسبالي مش لازم اليوضع المكان ده على كرس المكان ده نجم انا بالنسبالي المنصب ده مين عنده خبرات وما تجيب ليش حد في المنصب ده كان ليه يعني نتائج سلبية قبل كده مدير كورة في نادي او مدير منتخب في مكان ما او في فترة ما كان عنده مشاكل ادارية او نادي اتخصم منه نقاط ده امر هيبقى غير مقبول انت لما تجيب حد في المنتخب في المكان ده حد يكون عنده خبرات حد عنده صوابك خبرات حد نجح حد عنده صيرة ذاتية جيدة ما فيهاش غلطة ما فيهاش غلطة لكن اسمع النهار ده اسمعها عن ناس بترشحها مدير منتخب والناس دي المفروض لما كانت مسك نفس المنصب الاداري في الاندية اتخصم منها نقاط في البطولات الافريقية يبقى ده احنا كده بنهزر يبقى بنرجع تاني نفس المشكلة بينجيب صحابنا ببينجيبش حد يفيد المكان ده فانت المشكلة الفنية بتفوض افضل مدير في افريقيا هيرف رونار اتمنى تنجح ولكن عندك مشكلة ادارية لازم تجيب ناس تقدر تفيد المنتخب في المكان ده تقدر تفيد ويبقى عندك جهاز اداري بجد وقت ما تمشي مدير فن في اي مرحلة لكن عندك اساس جهاز توبي جهاز اداري عندك محللين اداء جهاز سكاوتنج يمتميز لازم يبقى عندك الادارات ده على فكرة القصة مش فكرة مين مدير فنه خلاص وخلصت الحاجة التالتة السيستم ايه هو السيستم النظام هل عندك نظام ما عندكش نظام بدليل انك لسه معين دلوقتي الكابتن علاء نبيل مدير فني للتحاد الكور الكابتن علاء نبيل ليه خبرات كبيرة جدا لاعب ومدرب ويعني تاريخه التدريبي وتاريخه الرياضي حد له برع عليه نتمنى له التوفيق ولكن برضو اختيار مدير فني في فترة المجلس زي هيتغير بعد ست شهور هل الكابتن علاء يحط خطة ست شهور ولا يحط خطة اربع سنين طب المجلس اللي هيجي بعد المجلس الحالي هل هيدعم استمرار علاء نبيل ويدعم تخطيطه للفترة اللي جاي ولا يجي يشيل ويجيب ناس جديدة ما اي الفكرة مش بنشيل ناس ونخط ناس لازم يبقى فيه خطة معلنة ولو هتشتغل للست شهور اشتغل للست شهور ويسيب الفرصة للناس الجديدة اللي هتيجي هي اللي تحط الخطة اللي هتشتغل عليها لفترة الجاية هتسيبي كابتن محمد يوسف مدير فني للمنتخب لغاية نهاية مدتك اوكي هتجيب جهاز فني يبقى لازم دلوقتي قبل بكرة وانا قلت فعلا المنتخب محتاج جهاز فني دلوقتي ليه لان بخلاف الدورة الودية في الامارات انت عندك اصلا في شهر ستة تصفيات كاس عالم عندك في شهر تسعة كل التفاصيل اللي عايز اتكلم فيها على منتخب مصر والاختيارات اللي بتتم فيه الساعات الاخيرة واتمنى يبقى فيه مدرب كبير زي هير فرونار ولكن لازم يقوم معاه جهاز اداري متميز لازم يكون فيه سيستم عشان المنظومة تنجح طول ما احنا ماشيين بنفس السياق ده مفيش فايدة وان لو حد مسؤول في الاتحاد موجود جوا مجلس الادارة تغيب عن اجتماع مبارح ده امر غير مقبول اللي يعد على الكرس ده لازم يعرف ايمة البلد دي ولازم يخدمها ولو فشل يقول انا فشلت زي ما بتنجح والناس كلها بيتشيط بيك وتقول عليك انت نجم وانت 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 طيب حاجة تانية قبل ما اطلع لفاصل نهاردة الاتحاد المغربي بعد عدة اجتماعات جدد الثقة في وليت الرقراكي المدير الفني لمنتخب المغري ده شي طبيعي انا قلت قبل كده محدش يقارن فشل اتحاد الكرة ده بالاتحاد المغربي او الاتحاد السنغالي قضانكم على الشاشة هو الجامعة اللي هي الجامعة المغربية الاتحاد المغربي تجدد ثقاتها في وليت الرقراكي مدربة للمنتخب الوطن وقال التفاصيل واكتمع مع الراجل وناقش مع الايجابيات والسلبيات هو فعلا وليت الرقراكي مشروع في كاس الأمم بس هو كان عنده مشكلة انه شغل نفسه بتفاصيل برا الملعب فعشان جده المنتخب المغربي مقدرش يركز في البطولة وخرج من دور الستاشر ولكن في البيان ده فيه سطر مهم جدا لفت انتباهي وقت ما طلع هذا البيان المغرب قالت في وسط البيان ان كاس الأمم في صيف 20-25 وده الاول مرة بشكل رسمي الجامعة الملكية تعلن رسميا ان الكاس الأمم في المغرب 20-25 في شهر 6 و7 اللي هو الصيف وده هيواكب اقامة كاس العالم للاندية في الفترة من 15-6 إلى 13-7 ده تضارب جديد ما بين كاس الأمم وكاس العالم للاندية هنقشف الحلقات اللي جاية لان لسه فيه تفاصيل مهمة ولكن اتمنى يتم تدارك الأمر من دلوقتي لكل واحد بيسمعنا في التحاد الكرة وفي المنظومة المصرية لان الأهل في كاس عالم 20-25 اللي هي في نفس الوقت تبقى لبيان المغرب كاس أمم إفريقية فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة آخر أخبار الترند والبداية هتكون مع ترند الأهلين النهاردة فيه موضوعات مهمة جدا البداية من حساب يلا كورة والكلام بخصوص مصدر بالأهل ليلا كورة أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي لكورة القدم مستمر في منصبه ولم يحدث أي تغيير إدارة النادي وشركة الكورة ولجمة التخطيط يرون أن أمير توفيق يقوم بدوره على أكمل وجه يلا كورة يكشف حقيقة رحيل أمير عن إدارة التعاقدات ويمكن ده خبر مبارح نزل تكلم على فكرة أن في تغييرات إدارية داخل شركة الكورة خاصة في إدارة التعاقدات فأصبح هناك لبس عند الناس نصيحة مني مش أقول للزملاء أكيد كل واحد بيحاول يكتهد ويجيب معلومة ولكن نصيحة مني للجماهير في الملفات اللي زي دي استنى خبر رسمي أو بيان رسمي يعني دلوقتي وإحنا معاكم على الهوى في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي في ملفات كتيرة وفي موضوعات مهمة بتتناقش وفي ملفات تخص قطاع الكورة بيتم اعتمادها ولكن إحنا بما أننا مصدر رسمي ما ينفعش نطلع أن نتكلم على قرار رسمي إلا لما يتم إعلانه وبالتالي مثل هذه الملفات مش هقدر أتكلم في تفاصيلها إلا لما الأهلي يعلن بشكل رسمي ولكن كل الأخبار اللي خرجت للمواقع بالأمس بعد صدور يعني أو خروج أخبار عن تغييرات إدارية داخل شركة الكورة على طول كان فيها نفي رسمي وتقال أن فيه تعديلات ولكن في إطار معين ولكن ليس في إطار الإدارات المعنية داخل شركة الكورة وأعتقد يعني الساعات اللي جاء ممكن لو فيه حاجة رسمية بخصوص شركة الكورة هيتم إعلانها من مجلس إدارة النادي الآن طب حساب اليوم السابع وتكلموا النهاردة وقالوا أن الأهلي يضم محمد هاني للفئة الأولى بعد حسم ملف تمديد عقده دون الخوط في الأرقام المالية من فيه أولى ومن في أتانية الأمور دي أكيد لها يعني شروط معينة فيه شروط كبير جداً في التفاوض تم مع محمد هاني وعلي معلول وعمر السلي أنا مش أقول لمحمد هاني بس هاني ومعلول وعمر السلي والفترة القادمة هيكون فيه إعلان لعدة ملفات تم الانتهاء منها وتم الانتهاء من حسمها سوا في تجديد هاني أو معلول أو عمر السلي مدة التعاقد دي أكيد النقطة اللي بتهم الناس من فيه أولى ومن فيأ تانية أكيد مش هتفرق مع الناس يعني الناس مش فرق معهم مين فيها أقوله ومين فيها تاني المهم يكون في استقرار في فكرة العناصر الأساسية داخل النادي الأهلي وده أعتقد هيبقى وارد جدا أن كل اللعيبة اللي متواجدة حاليا لو عندها عروض مكملة لو فيه تجديد وجهة كولر أو وجهة نظر كولر شايفة أن اللعيبة تتكمل فأكيد هيتم التمديد واللعيبة دي عناصر وركاز أساسية في التشكيل الأساسي طيب الوطن الرياضي بيتكلم أو قالوا أن فيه تصريحات لوكيل الزنفالي يكشف قيمة صفقة انتقاله من الداخلية للأهلي وكيله قال أن الزنفالي تعرض لموقف صعب في البنك الآلي حينما كان الآلي قريبا من التعاقد من محمد أبو جبل حيث عرض عليه الانضموم واتالي البنك الآلي عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية قبل أن تتعطل صفقة أبو جبل ألف وجئت ده وكيل الزنفالي بيقول إيه بعد تعطل صفقة انتقال الحارس إلى البنك الآلي قال أنا مش ههرج من الداخلية إلا على النادي الآلي وسبحان الله فعلا يعني هات وخد في تفاصيل كتيرة وأنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا في الجزائية دي هي في النهاية بتبقى نصيب وأرزاق على فكرة فهو ربنا قرموا ونضم للنادي الآلي ست شهور على سبيل الأعارة مع تفعيل بند الشراء في حال رؤية الجهاز الفني إن الحارس ينضم للنادي الآلي بعد نهاية هذا المسيب ولكن أنا عايز أوجه رسالة الجمهوري الآلي منذ أصابت محمد الشناوي فيه ثلاث أسماء اتقالت في كل وسائل الأعلام بلا استثناء على اليوتيوب وعالفيسبوك وفي البرامج وفي المواقع في كل حتة في كل حتة اتقال محمد بسام محمد أبو جبل علي لطفي التلاتة اتقال أسمائهم يوميا وكل ساعة وفي النهاية لما الأهل أتم الشيء بشكل رسمي لقيتوا اسمي تاني غير الأسماء التلاتة نفسي الناس تبدأ تفلتر وتبدأ تقيم مين بيقول معلومة صح ومين بيقول معلومة غلط مين عايز يعمل فرقعة ويبقى ترند ومين عايز يقول لحضراتكم معلومة سليم احنا هنا دايما دايما الحمد لله يعني لما بنقول معلومة بنبقى وثقين منها بنسبة 100% الحمد لله وده توفي من عند ربنا بنجتهد وربنا بيوفقنا ولكن أنا بلاحظ على مدار تلات سنين مدة برنامج الترند 90% مش هعمم لأن في ناس بتحاول تجتهد وبتبقى شطرة بجد في التفاصيل اللي بتقولها ولكن 90% من الأسماء اللي بتطرح على السوشيال ميديا وفي البرامج والله العظيم كلها بتبقى غلط كلها بتبقى غلط أنا فاكر في مرة من المرات تلعب برنامج كبير جدا وتوكشو أساسي والناس كلها بتتابعوا بالليل يقولك إيه يحيى عطية الله لعبا في النادي الأهلي مرة الأيام لا الأهلي جاب ظهير أيصر ولا تعاقد مع يحيى عطية الله ولا أصلا الأهلي فكر في يحيى عطية الله واللعب حاليا أصلا كمان دلوقتي انتقل لدوري أوروبي وفعل شرط الجزائي مع نادي الوداد وبالتالي انتوا بتسمعوا كلام كتير وفي الآخر كلام كله بيبقى غلط هذه مثالة هو حارس مرمى النادي الأهلي بنبارك لمحمود نتمنى له التوفيق ولكن كل الأسماء اللي طرحت على السوشيال ميديا ما حصلتش وكانت غلط وفي الآخر الأهلي دعم حارس مرمى أو دعم في مركز حراسة المرمى عشان تحديدا الدوري لأن خلاص القدر الإفريقي قفل فهيكون الاعتماد كله على الرباعي مصطفى شوبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال طب المصر الرياضي النهاردة بيقول مدارب حراس مرمى الاهلي السابق اختيار الزنفالي موفق للغاية بسبب ظروف الفريق وأنا من قمت بضمه لصفوف البنك الاهلي كابتن طرق سليماني كان طرق يتكلم على حارس الداخلية اللي نضم للنادي الاهلي وقال أنا اللي ضميته لصفوف البنك الاهلي أصريت على ضمه قدم معي مستويات مميزة والموسم الماضي لم يشارك كثيرا بسبب التعاقد مع محمد أبو جبل عشان كده كان نراح للداخلية دي شهادة من الكابتن طرق سليمان اللي كان ليه تاريخ طويل جدا مع حراس مرمى النادي الاهلي في سنوات تسابقة نتمنى له يا رب كمان التوفيق في الفترة اللي جاية كورابلس بيقوله موعد ظهور عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفالي مع الاهلي عمر كمال عبد الواحد انضم للنادي الاهلي رسميا خلاص أثناء انتقالات يناير ولكن لان يشارك مع الاهلي في البطولة الافريقية خد أجازة وراحة مع كل اللاعبين الدوليين من بكرة ان شاء الله هنبدأ نتطمن على الدوليين وموعد استئناف التدريبات وانضمامهم للفري الأول في الساعات اللي جاية وخلاص منتكلم على يوم أو غدا يعني بكرة يوم الثلاث هنبدأ نشوف الصفوف مكتملة بتواجد كل الدوليين في معادة بيرستاو وقاليو ديانج يلا كورا النهاردة كان حريص ان ياخد خبر ومعلومة من مصدر في النادي الآلي بخصوص فكرة أو الكلام اللي طرح عن استغناء الآلي عن محمود متولي المصدر قال لم يتم إبلاغ محمود متولي بالرحيل عن الآلي وهو مستمر في أداء برنامجه العلاج والتأهيل بشكل مكثف حتى يتعافى تماما من الإصابة يعني أنا كل اللي قدر أقوله لمحمود متولي ألف مليون سلام عليك نتمنى لك رب الشفاء الفترة اللي جاية وترجع للملاعب من جديد كل ما يتعرض لإصابة ويبقى خلاص في اللحظات الأخيرة من العودة للتدريبات الجمعية تتجدد إصابة أو يحصل إصابة عضلية تانية ألف سلام على محمود متولي ولكن هذا الملف لن يتخذ فيه قرار إلا في نهاية المصدر كرة بلس النهاردة راحت لتقارير من جنوب إفريقيا يمكن صحيفة سيتزن الجنوب إفريقية قالت أن الأهل أبدأ اهتمام بالتعاقد مع تيبو مكوينا خلال الانتقالات المقبلة وسانداونز ينتظر وصول عرض رسمي لتقييم اللاعب أنا مش عارف بصراحة يمكن الصحيفة في جنوب إفريقيا بتتكلم بنا على إيه يعني أولا تيبو مكوينا حاليا هو على فكرة لعيب كبير جدا وأنا اللعيب ده مش عارف إزاي ما بلعبش في أوروبا قائد خط وسط سانداونز هو منتخب جنوب إفريقيا وعمل بطولة على أعلى مستوى ولكن الأهل عنده تسعة لعبين أجانب خمسة في الفريل أول تلاتة في قطاع الناشئين وواحد معار إلى سيراميكا كليوباترا هيجيب لعيب أجنب الزاو عنده أصلا تسعة وبيلعب في المحلي بخمسة ما يفعش شارك بكتر من خمسة سانداونز هل سانداونز هيسيب أهم لعب عنده لمنافسه التقليدي في دورة أبطال إفريقيا إطلاقا فمش عارف الخبر ده يعني على أي أساس بيتم طرحه في مواقع جنوب إفريقيا والناس هو مصري كالعادة بدل ما تعمل متابعة وتنفي بتقولك نقلا عنه ما علينا طيب سؤال الحلقة اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم إيه في قرار اتحاد القورة بإقالة فيتوريا وتعيني كابتن محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر ناصر بيقول السلام عليكم زي ما قلت لحضرتك أول مبارح إقالة فيتوريا وهيدوره على مدرب أجنبي ومن وجهة نظري حسام حسن بعيد عن تدريب المنتخب والأقرب كيروش أو هيرفي رونار الله المستعان نتمنى الأفضل يا رب المنتخبنا أستاذ جمال بيقول كابتن محمد يوسف تاريخ طويل وخبرة في إفريقيا أتمنى كمان الكابتن سارة عبدالحافيز يكون معاه والله الجهاز ده هيبقى جهاز عالمي عنده خبرات كبيرة في أفريقيا كابتن سايد وكابتن يوسف نتمنى لكن هنشوف القرار إيه في النهاية مونة بتقول لو في ضمنا كل ما تحصل مصيبة نماشي المدرب ونجي مدرب من غير حلول جزرية على أساس صحيح مصيبنا مش هتخلص والله جبتي من الآخر آخر تعليق معايا علي منس بيقول المفروض مدرب أجنبي فاهم أفريقيا وده اللي بيحصل في التقويت الحال نتمنى نشوف نتيجة إيجابية في الساعات اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج أل تريند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة